السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة شف صلاح البطني قبل ما يبدو فيديو تانهار اليوم ما تنسوش تصلي وتسلم على رسول الله لأفضل الصلاوات اليوم إن شاء الله جبت لكم رولي سيجار أو سيجار رولي محشي بلاف يونضاشي والفورماج يجي قرمش يجي شكله يشهي حاجة مبتكرة حاجة جديدة لهذا رمضان إن شاء الله اللهم بلغنا رمضان إذن هذه هي الوصوات عنها تانهار اليوم خليكم مع الوصوات مع المقادير مشاهدة متعة للجامعة نبدو على بركة الله مع مقادير الرولي عندي ربع حبات نتع الباطاطا الباطاطا ترجع حسب أفراد العائلة بعد ما قشرناها وغسلناها عندي حبات عبصر القطناموة ربعات صغيرة شوي تاع المعدنوس عندي أيضا ربعة نتع البيض وعندي اللي هنا التوابل اللي هما ملح فلفل أحمر راس الحانود وفلفل أسود فلفل أحمر أنا استعملت الحار اللي هنا نجيبو ريسيبيون ونجيبو لغراب بتاعنا ونربيو هذيك الباطاطا فلغراب بالخشينة نربيوها بهذه الطريقة كما تشوفوا اللي هنا تقدروا تديروا ثلاث حبات تقدروا تديروا ربع حبات للرولي تاعكم أيضا يجي شوية رقيق ما يجيش خشين بزاف باش ما تجيكمش الحبة خشينة عندي اللي هنا أيضا الحبات عبصل قطعتها مربعات صغيرة وعندي شوية المعدنوس كمية يعني قد ما درتوا المعدنوس قد مليحة راح يزيد لكم ضوق للرولي تاعكم عندي أيضا توابل كما قلتكم فلفل أحمر عندي رسل حانوت عندي فلفل أسود وعندي الملح والله هنا راح نضيفه البيض تاعنا بالحبة تقدروا تديروا ثلاث حبات قدروا تديروا ربع حبات لأنه أصلا الباطاطا راح يطلق السوائل تاعها تطلق الماء يعني البيض فقط باش يحكي منا لعفورم تاع الرولي تاعنا لك أنا نضيف البيض كامل ونروح ونخلطه هذك الخليط حتى نيت جانس نخلطه جيدا المكوينة هذو البيض تقدروا تخلطه من قبل ونبعد تضيفه ولا تديروه كما أنا درت بالحبة وتخلطه حتى ينسجموا هذك المكونات منبعد اللي هنا بعد ما خلطنا هذك الخليط وش راح نديروه ونجيبه بلاطو بلاطو تعنا نكونوا فرشناه بورق طهي اللي هنا حاجة واحدة برك نزيد النبهكم لها هي أنه ورق طهي لازم تدهنوه بالزيت ما تديروش الخطأتي أنا راني ما درتش ما دهنتوش بالزيت ولكن يعني ما كان حتى مشكل فقط اللي هنا كيتفوتو الرولي تاعكم للفرد لازم يتخليوه يطيب ملتحتي حمار لازم يحمر لكم ملتحته وأيضا نطيبوه بطبيعة الحال على 180 دراجة بعد ما نسموه نسويوه بهذه الطريقة طيبوه على 180 دراجة نزيدوه نعطيوه تحماره من الفوق وبطبيعة الحال كما قدتكم نحمروه ملتحت مليح مليح ذوقوا بعد ما نروحوا نطيبوه هذك الرولي تعنا نروحوا نخدموه الحشوة بالنسبة للحشوة في مقلن نديرو شوية العزيت عندي حبة تعبصل قطعتها مربعات صغيرة نخليها تتقلة أو تذبال جيدا بعد نضيف كمية نتعلى فيونداشي شريتنا فقط بـ 20 و 25 في كيفيكم عندي أيضا نزول سنة نتعثوم لثلس سنة بالنسبة للتوابل نديرو توبل تعلى فيونداشي عندي الهنا الكمون عندي أيضا الملح عندي فلفل أحمر أنا كما نقولكم دائما نخدم بالحار وعندي أيضا راس الحانوت وعندي فلفل أسود هذو هما توبل اللي استعملتها وذكره نخلطو هذا الفيونداشي مع البصل ونخليه على نار قليلة حتى نطيبنا بعد ما نطيبنا نجيبه فرماج باتنا تشيزي دائما نحكي لكم عليه نقولكم باللي راه وبنين وفي متناول الجميع جربوه وليما يلقاهش فقط يقولوا جيبنا هذا الفرماج إن شاء الله رح يكون عنده إذن هذه هي كما كنتم تشوفوا لهنا نضيفه حوالي زج ملاع قلات ملاع قطع فرماج باتنا تشيزي هذا البيدون ونخلطوه حتى نذوبنا هذا الفرماج ويصبح لنا خليط متجانس مع بعض يعني نضيفه لكريم فرش ولكن من الأحسن نضيفه فرماج باش يجيكم بنين لكريم فرش ما هوش رح يجي بنين كمال بعد ما طابلنا هذا الرولي تاعنا بطبيعة الحال كما كنتم شوفوا حمرناه من تحتها نحيه من الورق واللهنا مش رح نديرو كنحيه من الورق نخليه هيبرد شوية من بعد الروليوه باش ما يحكمش لها فورم قادر يبسلكم من بعدها ما تقدروا وشتروا ليوها يعني كما نخدموه البيس كويرو لي من بعد اللي هنا أنا رح نقطحهم يعني رح نقطحهم اللي هنا على الكاغط بلا ما ننحي الكاغط ومن بعدها نقسم لا لا نقطحهم اللي هنا بالكاغط ومن بعدها ننحي كل كاغط وحده اللي هنا رح تديلكم حوالي ثم نحبات ولا ستحبات مع لبلش اكزاك تشحل لأنه أنا اللي هنا دار لي زوج 4 6 8 12 12 داروا لي 12 نحبه انتو ما كما تحبوا ديروهم كبار ديروهم صغر هذا يرجع لكم بعدما نحينا هذك الورق تعنا كما كنت شوفوا ملتحت راهم يجي طايب وهذا الفوقانيرا هو يجي شوية يبن مازال ما هوش طايب نديرو هذي كل حشوة تعنا تعالى فيونضاشي حاولوا تتبعوا الخطوات خوتي وتعرفوا وش راني نحكي برك باش ينجح لكم ومن بعدها نبدو تحبوا تروليوها كامل بهذا الطريقة تجيكم شوية خشينة تحبوا تقسموا هذه ونقطع بالميقص ولا بالموس ونزيد نكمل هذي يعني راح تديرنا زوش يعني بالاحسن تخدموا بهذا الطريقة لأنه شوفوا دار لي كمية لبأس بها عندي الهنا فارينا عندي لها شابلور اللي هي الخبز اليابس وعندي البيض نجيو الهنا نحطوا لسيجارة تعنا في الفارينا بعدها نعودوا نحطوهم في البيض يعني طريقة سهلة وبسيطة وما يديش منكم وقت كبير والذوق خيالي كيما أقول لكم مصفى رمضانية بامتياز ومبتكرة حاجة في جديد هذه هي وما بعد راح نكمل مع الحبة التعي كامل بنفس الطريقة نحطهم في صحن وبنفس الطريقة نزيد معكم حبة ثانية نحطوا السيجارة تعنا في الفارينا وما بعد نعودوا الرمدوه في البيض وما بعد نعودوا الرمدوه في الافيون داشي هكا نعودوا الرمدوه في الافيون داشي بهذا الطريقة كما قلت لكم نكملهم كامل ونقليهم مع بعض فيما قلنا ندري شوية على الزيت ونبدأوا نحطوا لسيجارة تعنا أيضا النار تكون متوسطة باش نعطيهم تحميرها مليحة حاولوا ما تقويهم لأنه يكون تقويهم راح يتحرقوا لكم وتجي الضوء تحمر فقط نحمرهم ونخليهم على نار قليلا باش يعطينا هذه القرماشة إلا أنا كما كنت شوية نارين يقلب فيهم كل حبا نقلب فيها باش تاخذ هذك اللون الضوري تحمروهاش بزاف وراح نطيب كامل كمية وطبيعة الحال راح نعطيكم كيفاش راح نقدمهم في الصحن وكيفاش راح نعطيهم هذا كالتزين بالنسبة لنا بعد ما كمناهم شوفوا كيفاش يجي يجي الشكل تحهم يشهي وجيوا بزاف بنا أنا كاينة حبا تحرقت لي كما شتوا نعطيها لكم عادي عندي لنا أيضا هذا الكيردو هذا ولهذا الأعواد عفوا انت قسمتهم وندير كل حبا ندلها واحدة وتقدمهم في الصحن تقدري تقدمهم مع شربة في بلاسة البوراك تقدري تدريهم مع البليش مع الحريرة مع البليش مع واش ترفقيهم كما نرفقوا البوراك وراح ندلهم أنا كامل هذوك الأعواد انتعل شو ومبعد نقدمهم في الصحن انتم ما تقدم هذا يرجع لكم اللي هنا شوفوا كيفاش حطيتهم عادي سامبل مع شوية عن معدنوس تقدروا تديرهم أيضا القارس رح نقسم لكم حبة إذن هذه الوصفة تعالى تنهار اليوم إذا عشتكم الفيديو تنهار اليوم مع لكم إلا تكثروا لي من لجام واتكمونت وإذا عشتكم قناتي مع لكم إلا تدروا اشتراك ولا أبن ولا سبسكرايب تفعلوا زر الدرس باش يوصلكم كل جديد انتعي ما بقى لي إلا نقلكم شاهدكم بالصحة نتلقوا في عد آخر مع وصفة أخرى الله أفروحكم وسلام